معي في السيديو دكتور مروان حجو الرفاعي عضو اللجنة القانونية بالإتلاف السوري مساء الخير أهلا بك معنا بعد التوثيق دائما ما نتحدث حتى قانونيا مع حضرتك وقانونيين آخرين عن المحاسبة التي ستتم وفق شواهد على مر التاريخ عاجلا أم آجلا قبل أن نتحدث أكثر بهذا الموضوع سأبدأ من سؤال ورد معنا على الفيسبوك كيف يمكن أن تتوقف هذه الانتهاكات الآن بالقانون هل فمت من يلزم؟ للأسف 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 القانون الدولي شبه معطال مجلس الأمن الذي كان من المفترض أن يؤمن السلم الدولي لجميع الدول بما فيها تلك الشعوب بعد أن استخدم الروس وحتى دولة الصين فيتولي أكثر من 11 مرة سيما وعندما قرر إحالة الملف السوري أو ملف الانتهاكات 23.5.2014 إلى محكمة جناية الدولية الخاصة كانت هنا نقطة النهاية بالنسبة لإحالة المجرمين إلى المحكمة الدولية الخاصة والبدء بوقف تلك الانتهاكات استخدام الفيديو أطلق العنان للمجرمين الذين لا يزالون يرتكبون تلك الجرائم ضد المدنيين متابعة أفعالهم سيما وأن هذه الجرائم تستمر في حال الصراع والنزاع والحرب التي الدائرة على الأرض السورية لابد من وقفها من المجتمع الدولي أن يكون حازما وحاسما أمره بهذه النقطة سيما وأن هذه الجرائم التي ارتكبت واستخدام السلاح الكيماوي برغم القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن 2018, 2035, 2209 كلها تقول بأن الخضوع تحت البند السابع استخدام القوة في حال تكرار أو ارتكاب تلك الجرائم وثبتها من خلال اللجنة المشتركة التحقيق المشتركة بين اللجنة الدولية ونظمة الأسلحة الكيموية قيام النظام باستخدامه مرارا وتكرارا وآخره استخدام الكلور الذي ثبتها في آخر تقرير ورد بال2017 والتي تلك اللجنة التي عطل استمرار عملها بعد بس أمريكا تقول أنه بعد ما حدث في قاعدة التشعيرات ما في أدلة تتحدث عن استخدام النظام الكيماوي مع أنه هي تضع اليوم الخطا أحمر وهو غاز السارين سيدتي الكريمة القرارات التي صدرت ليست فقط ضد السارين السارين تضمن 2018 اللجنة التي شكلت 2035 والقرار 2029 عن مجلس الأمن ذكر الكلورين تحديدا يعني صدرت قرارات دولية بالكلور واللجان التحقيق التي قدمت تقريرها لاحقا ذكرت بأن غاز الكلور استخدم من قبل النظام ولكن قضية أنه عظم الجريمة لا يعطي لأن قتلت بالكيماوي عشر أو قتلت ألف تبقى جريمة كيماوية ولكن لا بد أن نشير هنا أن المجتمع الدولي إلى الآن لم يقرر أن يخضع النظام أو يخدم من استخدام السلاح الكيماوي تحت الفصل السابع والعقوبة هذا الأمر أدى إلى ماذا؟ الكل يعلم أن مطار الشعيرات التي انطلقت من الطائرات كانت تحت الإشراف الروسي عندما عطلت القوانين الدولية وأطلق العنان للشر استطعت روسيا أن تمارس ذلك ضد أحد الدول الأوروبية بريطانيا استخدمت عاليات اغتيال من خلال سلاح كيماوي الآن عندما قام أحد الدول التي ربما كانت مشاركة أو قد تطرف عن استخدام نظام السلاح الكيماوي قامت بالفعل باستخدام السلاح الكيماوي على الأراضي الأوروبية أن المجتمع الدولي هنا أعلن الفصال عن ما سبق مع أن هناك ريتو قالت أن لا تملكها وعلى الأقل لن تقوم بهذا بفضلة الانتخابات سيدتي لا يعترف مرتكب الجريمة بجريمته وأوروبا وتحديدا بريطانيا ليست بوارد أن تضع نفسها في حالة صراع مع روسيا أن تكون متأكدة تماما مما قام بالفعل والمواد المستخدمة أي لا بد الآن ربما بعد ارتكاب هذه الجرائم والتي استمرت أو أصبحت تطال الجميع وتستخدم بشكل حتى أن توريد السلاح المحظور للمنظمات الارابية ما قام به الحسيين أسلحة بالستية أصبحت تستخدم ضد الدول العربية أعضاء دائمي أعضاء الأمم المتحدة بمجلس التعاون هذا لا يعقل الآن هنا لا بد أن يقف المجتمع الدولة وقفة حاسمة تجاه تلك الممارسات وقد ارتفعت الأصوات الآن ذكر التقرير تلك اللجنة التي قدمت تقريرها اليوم مشكلة من عام 2011 الشهر الثامن للنظر في جميع الممارسات والانتهاكات التي ترتكب بحق السوريين بغض النظر إن كان نظام أو مجموعات معارضة أو مسلحة سيما ولأن السورة السورية قامت عندما حمل السلاح في حالة دفاع مشروع أي زيادة عن ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وذكرت الطرفين مع اختلاف الوازع والدافع تنظر فيه المحاكم المختصة ولكن هذه اللجنة شكلت قبل سبع سنوات من الآن والتقارير التي قدمت جميعها أدانت إن كانت النظام أو أدانت بعد المجموعات المرتبطة بالقاعدة أو غيرها بانتهاكات أو ربما بعد التجاوزات حتى لا نقول أننا نستر على الجريمة بعد الفصائل المسلحة ولكن شتان بين من يستخدم السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة بشكل ممنهج وبينما يكون أفعال هدود أفعال نسبية ولكن الجميع تعتبر جميع الأفعال جريمة بالقانون كيف تختلف المحاسبة بين السلاح الكيماوي والقتل العادي اللي هو بالنهاية يؤدي كله لنفس النتيجة قتل سيدة الكريمة لا فرق جميعها جريمة في عنا الركن المادي والركن المعنوي الركن المادي الشريك الفاعل المحرض الركن المعنوي أدنية الجرمية والقصد الجرمي وهذا الأمر يطال من أعطى الأوامر ومن نفذ الرئيس بالنسبة للقضية أن محكم الجنايات الخاصة لا تحاكم أشخاص أي لا تحاكم أشكال منظمات لكونها ستوقع الجريمة الرئيس رئيس الوزراء وزير الدفاع قائد الجيش جميع من حتى القيادات العسكرية أو حتى السياسيين الذين حرضوا على تلك الجرائم يعاقبون ويكونون مسؤولون كيف تعرف منظمات بأن هذا من المسؤولين الذين حردوا؟ سيدتي مثلا عندما استخدم السلاح الكيماوي بالنسبة للمجزرة الكبرى في الغوطة الآب 2013 أعطيت الأوامر الرئاسية بالمطلق يعني الكريعلم هناك تسجيلات هناك تسلسل أوامر هناك الرأس الدول المتابعة عندما تحين ساعة الحقيقة ستقدم لا يستطيع أحد أن يستخدم ذلك السلاح الباليستي أو الاستراتيجي ضون أوامر مباشرة أما بالنسبة لمن ينفذ باقي الجرائم الكل يعلم أنه قلنا سابقا أنه سيحاسب أنت الفعل الذي ترتكبه ضد المدنيين يعني بداهة يعتبر جريمة لست في حالة دفاع أو أنت في حالة حرب ضد مجموعات مهما كانت خلاصة بس سؤال آخير مهما كانت خلاصة ما يحدث كيف ستنتهي متى تتوقع وفق أحداث سابقة وكيف يعاقب القانون الدولي محاسبة كل أركان النظام مهما طال الزمن كما دائما نقول سيدة الكريمة الجرائم التي ترتكب لا يشملها التقادم بالمطلق جرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب جرائم الإبادة الجماعية لا يطبق عليها التقادم التقادم الذي هو معرف في جنائب العشر سنوات للفعل الجرمي وعشرين دعا على العقوبة لا يطالها التقادم عندما تتوقف الحرب ولا بد أن تتوقف لا يبقى العالم ساكتا على تلك الجرائم ستحال تلك الملفات وعندما تحال تلك الملفات المحكمة الجناية الدولية الخاصة ولا بد للتذكير هنا حتى إن جاءت حكومة وأعلنت العفو العام عن جميع المجرمين إن كان فصائل أو أعضاء نظام السابقين خوات العسكريين هذا العفو المحلي لا يشمل تلك الجرائم ليس له من الأمر شيء سيمصل المجرمون أمام المحاكم الجناية الدولية الخاصة المختصة بجرائم الحرب ودينا له جزاؤهم العادل ما في فيتو وقته ما في فيتو يستحيل شكرا لك من معي هنا في السيديو شكرا أهلا وسهلا فيك دايما معنا دكتور مروان حجو رفاعي عضو اللجنة القانونية بالإتلاف السهول شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا